السلام عليكم اصبح الاصل ان احنا نشتغل تحت الضغط يعني الشركات تطلب ناس شغالة تحت ضغط الناس كلها كده فيه هنقدر اشتغل تحت ضغط ليه اخوانا هنضغط نفسينا ليه اخوانا ندور على التعب ليه نقول احنا هنشتغل ومقابل كده هنضحب العيلة ونضحب الاولاد ونضحب كل حاجة يعني ليه موضوع ان يبقى فيه ضغطة لو هي بتحصل مرة في شهر مقبولة انما لو كل يوم جدا فيه غلط في الادارة وفيه اهدار للوقت وفيه ناس شغالة وناس بتفرج عليها فيه مصيبة سودة ولا وقف شغل وقف شركة ادرس لسبب المشكلة وكمل وبش حاجة اسمها شركة شغالة تحت ضغط طول الوقت يعني ايه ايه الضغط الجو اللي احنا فيه دوت لا لازم يكون فيه راحة ولازم يكون فيه وقت العيلة ولازم يكون فيه ايام نقدر نروح فيها وايام نقدر ناخد اجازات بش هستانة كلها طول الوقت ضغط 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 كده فيه عيب في المدير نفسه تمام فيه هو مش قادر يدير الموضوع فيه ناس بتلعبوا راس بتشغل اه فيه اهدار للوقت فيه ان احنا نفضل نلعب طول الوقت وبعد كان يجي اخر تغطر بعد ايام ننسحل شغل ونطلع شغل غلط الضغط هيطلع شغل غلط ضغط معناها ان انا مش مركز معناها ان انا عندي تركيز على العام الواحد اللي هو الوقت فبش مركز في الجودة بش مركز في التكلفة بش مركز في التصميم وكده كل شغل هيتعد تاني ترجمة نانسي قنقر